صباح النور صباح الخير صباح الابتسامة والأمل في الغد أنه سيكون أفضل بإذن الله قبل أن نبدأ أي فيديو أخوتي ولا بودكاست خليوني ندعي معكم يا رب تكون ساعة الاستجابة لأن في يوم الجمعة يقولك إنه ساعة الاستجابة نطلب الله سبحانه وتعالى تكون هذه الوقت التي ندعي فيها معكم يا رب اللي عنده شي دائقة مادية نفسية اجتماعية وسارية كما كانت اللي يفاجه عليه والله يجعل له من كل ديق المخرجة والله يرزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب وصبر أخوتيغي صبروا صبروا راحنا في دار البتلاء ماشي في دار الراحة والهناء احنا إن شاء الله يلا طبقنا وحاولنا أننا نستطمر في أنفسنا ونتحولوا من المسلمين إلى مؤمنين إن شاء الله كان طمعوا في الآخرة أن رب سبحانه وتعالى يكون عندنا العوض كنت كان قرأت تعاليق وسبحان الله كانوا واحد جوج تعاليق متتابعين واحد السيدة قال لك أختي أسماء دعي معايا ربي غي نولد ولداتي ما عنداش ولدات الله يرزقها الدوري الصالحة والصورة المكمولة قال لك ونكون فرحانة ما غنزيد نطلب حتى حاجة واحدة آخر مباشرة رصاً من تحت منها كتبات تعاليق أنا مصعب نفرش غي داري را ما عنديش الفراش وغنكون فرحانة وجاتني هاد الفكرة وبقيت كان هضر مع راسي وتنقول والسؤال اللي يكون حتى انتمه مكامل اللي كتصنطل هاد البودكاست اللي غي يكون جميل ورائع بإدن الرحمن كنقول واش شي مرة جاتك الفكرة أنك كتقولي محتاجة غي هادي ونكون فرحانة محتاجة غي نزوجون كون فرحانة كما قالوا هاتج في الصديقات ديالي محتاجة غي تكون عندي رطان كون فرحانة محتاجة غي نولد كون فرحانة محتاجة 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 لكي نكون فرحانة لكي نكون روضاتنا كاملين. أنا وانتي وكنت نقع البشر روضاتنا هذه الفكرة وهي فكرة شيطانية. أنا أقول لك كيف. لأن وفخ من أفخخ نتع الشيطان. لماذا؟ لكي نعرفنا به أننا دائما محتاجين. ويعطينا لك الشعور بالفقر لأن منك تكون محتاجة مباشرة لكي يصحبون ذلك ما عندي. أنا محتاجة ما عندي كوندت. يعني الاحتياج يصحبون الفقر. كذلك يصحبون الشعور بالتضمر والشكوى والنقص. وكتقولي أنا حياتي ماشية هذه. وماشية هذه الحياة اللي بغيتها ولا اللي حلمت بها. وتما كتبدأ واحد الحاجة أنك تزداري النعمة. وكيجي مد البصار. لما عند الآخرين. كتبدأ تشوفي. شوفي هذه كدرت. شوفي هذه كشنو عندها. شو الناس فين ساكنين. شو الناس شنو واكلين. شو الناس شنو لابسين. الناس كل شي مصافرين. وكتبدأ سلسلة من المقارنات. وهي مقارنات دائما كنكونوا خاسرين فيها. لماذا؟ حيات كان نرقزه على الأشياء اللي مكن ملكوهاش. وهالج قلتكم هي فخ من أفخخ الشيطان. ولا خطوات من خطوات الشيطان. لأنه يفتح عليك أبواب كبيرة من الخبط. قد دخل الحساد الغيرة. ده بنتي يا غيدك الشعور. أنا محتاجة واحد الحاجة. شوفيش حال كي يولد لك من أشياء. قلنا الحتياج كي يحسسك بالفقر. والله سبحانه وتعالى في كتاب الحاكيم قال لنا الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. يعني مني كي يجي دك الشعور بالفقر. كي يبدأ الشعور بتتدمر الشكوة. نحن يبدأ نجحدوك ونزدري ونعمة الله عز وجل. ندخلو في المقارنات. نحن بدينا البصر دينا على اللي في الآخرين. نبدأ المقارنات اللي قلنا دائما ما كتكونش عادينا. والمقارنات فين كتتدينا خوتي. كتتدينا الفحشاء. هي الخبط والحسد والغيرة ومجموعا تعالى الأشياء اللي كتولد عليها عود أفعال. كي اللي بالحسد وبالغيرة كيمشي سحر الخوه المسلم. كي اللي كيبقى مركز معه تكي طيحه بدك العين. كي اللي كيبقى تابعه في حياته تكي بدي يتآمر عليه. شتي هي فكرة بسيطة. هي فكرة أنا محتاجة. هديك أنا محتاجة. إلا ما عرفتيش تطبطيها غات وصلك الخبط النفس. وكذلك كتبعدنا على شكر النعم. وعلى التركيز عما لدينا. وعلى الريضة. وعطي الريضة شنو كيخليك تحسي عاود. شوفوا العكس. عكس الاحتياج. الريضة كيخليك تحسي بالاكتفاء. والاكتفاء اللي كيجلب ليك الغينة. أولا الشعور بالغينة كتكون غنية النفس. بعيد عن المادة تكون عندك. ولما تكون عندك انتي كتكون الحمد لله. ذلك الشي اللي عندك فرحانة بي. وحسة بالراحة. وحتى ربي سبحانه وتعالى كيبدي يرزقك من حيث لا تحتسي بين. مني كترضى يبدك شي اللي عندك. لأنك انتي شنو درتي هنا يا. كتافيتي. ومني كنكتافي كنركز على النعم اللي عندي. ومني كنركز على النعم اللي عندي كنشكر الله. الله عز وجل قال. لا إن شكرتم لا أزيدنكم. كل من الإنسان شكر النعم اللي عنده. لأنه كنا عندنا نعام. كنا ما كي يكتب عليك الكاذب. كنا عندنا شي حاجة. لكن المشكل اللي واقع عندنا كاملين. ديال هاد المشاكل كاملة. ديال الخبط الغيرة. لحسد المقارنة. تآمر السحر الأسود العين. هاد شي كل شخوتي. ما هو إلا مد البصر. على حياة الآخرين. وعدم تركيز على ما نعملك. ومن يكتركز على ما نعملك. من نعم وقدرات حبانة بها الله. لأن كل واحد رأيطاه الله واحد نعمة. واحد القدرة في دواتنا. ما عنداش علاقة لا بما دلواله. سبحان الجالير. كي اللي يعطاه قبول في الليسان. كي اللي يعطاه تبارك الله في العقل. كي اللي يعطاه في الحداقة. كي اللي يعطاه في الحياء. كي اللي يعطاه في الأخلاق. كل واحد في نعطاه. الجميل هو الناس مي كتبقى تركز على المساك تبدي تكتاش في. نعم لي أعطاك الله سبحانه وتعلمي كتبدي إلا كنت دكية وكنت مؤمنة حقا كتبدي تستعملي هذا كن نعم لي أعطاك الله فيما يرضي الله أعطاك مثلا نعمة الإقناع كتعرفي تهدريك كتعرفي تقنعي الناس كتعرفي توصلي الأفكار ديالك كتعرفي إلا خدمتها فيما يرضي الله سأتعود عليها بالنفع في الدنيا وفي الآخرة أنني سأقنع للناس بدين الله سأقنعهم بالأفكار الجميلة بالأشياء الإيجابية بشي حاجة اللي كتكون حق شي حاجة اللي غتعود عليهم بالنفع إيوا ولس تخدمتها عاود في النصب والاحتيال حيث كي اللي لسانه حلو النصابين كيكون كي ينصب على عباد الله كتقول كاختي ضوخاتني بالهضراء أو لضوخني بالهضراء والله ما عرفت كي كل لسانه حلو ولا أقول لها هاد الناس ده بلي خرجوا لنا بزاف كيتكلموا في شي مسائل انتع الشعوادة وانتع الروينة وكتكون عندها أسلوذ الإقناع كتكون عندها تصنطي لك الضوخك كتبدأ من هنا من لكتصنطي لك الضوخك صافية تمشي معها فالإنسان رب سبحانه وتعالى كل واحد ما أعطاه نعم كل اللي أعطاه لها تبارك الله في العقل كل اللي في الحداقة وفي دراعة تبارك الله من يدها كما تقول لك تخرج دهب كل اللي في لسانها كل واحد تبارك الله كل واحد في شعطها هو أي واحد من عليه الله وحباه بشي نعمة لكن احنا ما كنا نشوفه هذا النعم من الناس اللي قد تقول لك أختينا ما هارفت شربي معطانيани تعمل Lot فانتي مشي ما أعطاكش انتي كتشوفي برا ومشغوله بشنو لعطال فلانة مشغوله شنو لعطال خادفيديجة شنو لعطال فاطيمة شنو اعطال أسماء شنو إلى هذا وما كتشوفي شنو عطاك انتي ربما اعطك واحد الزوج اللي ما 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 لا تحتاج لماكياج بشتغويه لا تحتاج لليسان حلو بشتغري معه لا تحتاج لتشي حاجة هكك بحالتك بأسلوبك ربما الباشعة ربما بطريقتك الفضة ربما ببروينتك بوسخك بكل شيء يموت عليك وما يشوفش من غيرك هذي كنعمة من نعم الله أعطاك الله ربما أولاد اللي موطيعين وخامك تدلي معهم تشي مجهود مشي شي مجهود كبير يعني كتحاول تدلي لك شي اللي قديت عليها أو اللي مهم ومع ذلك ما مقرفصاش معهم موالو أعطاك الله ربما وليدين اللي وقفين معاك في مطحي تقاي واحد السند أعطاك الله كل واحد أعطاه واحد نعم يأما ضايرين به يأما في الذات دياله وفي الذات دياله كذلك رأعطاك نعم طاك بعدها غير نعمات العقل بوحد هاره نعمة ربزب الناس كانت جيد ولك تتقن فن إصلاح الآخرين ولكن ما كتحاولش تصلح راسا ما كتحاولش تفكر وتقول تقلاس وتعقل راسا وتقول رجوع الله فلانا خصني أنا في عطمان قبل هو واجب لنا ننصح الناس وكل شيء وكن قبل كما كنقول في مقربين أولى نفسي أولا داتي أولا نحاول نراجع راسي دائما دائما أختي كل نهار مني تنوضي البارح كيداز كان قيم نهاري كيداز البارحي والبارح درت هذي وهذي والله يعفو علي يلا يتجاوز علي يلا اليوم شاء الله غا نحاول نصلح تكون في المقربين أولى في نفسك في ولداتك في كل شيء أنا شحل محدة كترقايا رزنقا كتلقى الطافل الصغير والجيران شيء وحدة صاحبتها ولداتها كترقايا كتضرب واحد لأسلوب أهلا زوين كي بقيت زوين وانت بارك الله كتضرب أسلوب زوين مع الدريس غا وفولادها النهار كله هي كتصعد منه يعني غيرك العقل بوحده نعمة من الله راه الناس ما كتخدموش راه الناس ما عطلهم خليها علاجا السبب كما قلنا من أسباب اللي كيخليك أنك تحسي بعدم الاكتفاء وبالاحتياج الدائم والبحث دائما على المفقود علاش حاجة ما كان ملكهاج دائما أنا نقصني شي حاجة والسيدة عندها دارها برزقها بصحيح تها بولداتها برجلها دائما ولكن ولكن مكراتش هاري ولكن مكراتش هاري والتمنى والطموح لأشياء ولا تحسين مستوى العيش هذا واحد الحاجة مطلوبة مطلوبة خسنا نكونوا ناس طموحين وناس المسلمين خسنا نكونوا مشحل المسلمين راه كانوا كيهزوا بلدان كانوا كيدخلوا لبلدان كيدخلوا فيهم حضارات زيال الانسان يكون عنده واحد الاهداف في الحياة اللي تزيد تطور من حياته على جميع المستويات ماديا معنويا فترباويا جماعيا مزيان ولكن هاد الاهداف كلها تكون كتصب في الهدف العام شنو الهدف العام رضا الله عز وجل والهدف الاسماء اللي تخلقنا عليه ولكن احنا نسينا احنا نسينا بأننا احنا عايشين في حد دار زائلة واحد دار اللي واللي ناك نعيشه غاليا يعني الانسان ما كيتفكرش غدا راه النهار اللي كتبني هاد النهج هذا وكتبدي تفكري بأن هاد دار اللي انا في اعيش فيها اه اللي هي الدنيا نعتبرها بحال دار دلكرة غاد ينقدها ونصوبها ونعيش فيها بسلام ونعيش اللحظة ولكن منساش انني وكن عندي الطوموح انني نشري ضاري هذا هو الفكر اللي عندي مثلا ونهالي تبنيت هالفكر تحيت نفسيا وخا نشوف عندك اللي عندك ما تحرك فيها تشعر تكوني كتب ملكي الدنيا وما فيها والله ما تحرك فيها شي شعر شنو النساء اللي كي حركوني شي شوية هالي كنشوفها فيتني دينيا اخلاقيا هاربع ليا مثلا في الاسلوب نتعه علاقتها مع الله هذيك اللي شي شوية كتجيني ذاك الغيبطة وهذا شعور الحمد لله حميد ما قلتلك سهلة كنعيش كأنني في الدنيا هذي كارية ولكن انا كارية بغنكون عندي ضاري شكونا يا ضارية الضارة الاخيرة بغنشري ما بقيتش بغنكون غي كارية يقول باش نشري ونعيش مرتاحة كأخسنين دي الأعمال في الدنيا ربما كانت تدخلوا أموال كانت تدخلوا مجموعة لأشياء وفي الأخيرة غنتدخلوا أعمال باش نولي عندي لك الضارة الاخيرة باش نجلس فيها خالدينة فيها اللي هي الجنة إن شاء الله الله يسقم الجنة ونعيمها قلنا السبب الأول اللي كيخليك عندك شعور الحتياج والبحث عن الأشياء ما موجوداش حاليا ما يمكناش نملكوها حاليا ربما أو لا مفقودة هو أول سبب هو البعد على الله ده بابني كان نقوله هذي الهضراء هذي أو لك يقول لنا شي حد بحدي كانت تقاسو كتقول لي شي واحد أختي متين كتب قد تقول لك شعجة كتقول لك أختي تقرب من الله أكثر راكي بعيدة على الله ولا كتقول لك الأختي مليانة كافيرة راه البعد على الله كتقول لك الأختي أنا الحمد لله كنت صلي صلاة ودي راح يجابي وغسف داري أختي ما كان ديد نوب ما راه البعد على الله ما شو أنني نصلي راكيني الناس كيصليوا ومحجبين وكيصوموا وكيصدقوا وما كيقاديوش الناس يعني نوعا ما ولا كيقاديو نفسهم هادك الأفعال اللي كيديروه ربما كيديروه حيث تفرضت عليهم من المججامع أو لتطلبت منهم من المججامع شحال محدة تحجبت حتى قلها راجل هاد تحجبي هي مزيان ماشي مشكلة وكن هي تكون عندها واحد نية دافية بأنني ندرت ولله شحال محدة مثلا آآ الأخور كتصلي وكتصوم ذاك شي حيث رقينا بلادنا كيقدسوا شي حاجة اسمي تصية حيث رقينا ولكن فوقش كيولي الاختلاف وكتولي جودة في العبادات وكيولي التقرب من الله عن حق وهمني كتكون يكديري لك شي حيث أنا بغيت احنا بزفد الحويج أنا كأسماء مثلا انت وردت في بلد مسلم رقيت أن رمضان عندنا في المغرب واحد الحاجة مقداسة ما يمكنش من صوم مش كان صوم وبقات فيها رقيت مثلا الوالدين ديالي كيصلي خديتهم كقدوة أبدت نصلي جوشي فترات لي إنسان كان قطع جوشي فترات لي صلينا وقطعنا صلينا وقطعنا الحمد لله تجوشي فترات لي وضبنا وهكذا علاش لأن كان المجتمع مساهم معنا في شي حوايج يعني زيدنا شي حوايج ولكن فوقش بديتك نحس بلدت العبادة ولا اللدت مني بديتك نعرف علاش كان دير ذاك شي وبديتك نتقرب من الله بالصح وبني حيث أنا بغيت مش حيث تفرض عليهم المجتمع بطريقة غير مباشرة لأن الإنسان لو كان قريب من الله ما غاديش يغير ما غاديش ذاك الغيرة اللامحمودة ما غاديش يحسد ما غاديش ينافق ما غاديش يقارن راسه غادي يحمد الله يعني إنسان ده ما من كان يقوله شي حد راكب عيد على الله ولا أنا غا يقول هاي شي حد ولا لا كغسنا نتفكروا فيها حيث فعلا طالما أنني بديتك نغير بديتك نحسد بديتك نحقد بديتك نهضر في الناس بديتك نقادي عباد الله إذن أنا عندي خلال في الداخل عندي خلال في العلاقة ديلي مع الله فأول سبب من أسباب هذا الاحتياج أنا بغيت حيث الأخرى أول سبب قلنا البعد على الله كل ما بعدتي على العالم الروحاني الرباني وركزتي على الدنيا كل ما زاد هات الشعور وهات الشعور أخوتي دي الاحتياج هي كتبا غيك المراني شرح تكون في بداية البودكاست هات الشعور الاحتياج راك يفتح لك أبواب من خوبة النفس هي لك تجرك كما قلنا لهات الشيكول وليقولنا الحسد والحقد والسحر والمؤامرات والهضراء والمقابلة وذلك شي كيف تفتحه هات الحاجة البسيطة لك تبليك نتع الاحتياج هاته بش نكون سعيدة بغيت هاته بش نكون سعيدة راهي لا مساعدتيش بدك شي لك تملكي ما عمرك جيك السعادة وهذه القضية هذه عن تجريبة أنا في فترات من الحياة راكتك نقول يا ربي نصاب بغيت وريقاتي غا نكون أسعد الناس درنا الورق كما قلنا ما كناش أسعد الناس يا ربي تجمع ليش مليغي مع والدي راني سنين ما شفتوش يا ربي تجمع ليش مليغي غا نكون أسعد الناس ما نزيدش نطلب شي حاجة تجمع شمال مع الولد وجاه هادك الولد ما كنش أسعد الناس يا ربي نشري غي دار ولو غير 40 متر يا ربي ما بغيتش مقاكاريا نشري دار غير 40 متر أعطاني الله دار فيها 122 و 172 متر وماشي فرحانة يعني ما شي دك السعادة اللي كنت 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 توقعها اللي كنت كنقول حتى تكون عندي الدارة نكون فرحانة من نجي واللي غا نكون فرحانة فوقاش كنحسنة بدك السعادة واتشي ما شي كلام مبالغ فيه كنحس بالسعادة مني كان نحن 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 نح وكان بتغيبه فلوس راوخك يجيوني تعاليق انتا كان بغيوك شكرا الله يجعلك ميمكنك وحسن لك السعادة هذه حقيقة اخوتي وكمني كنزلت حال الفيديوهات نزلتهم وبتغييت بهم فقط وجه الله وشحال الفيديوهات خلطنا فيهم كما كنقوله دنيا وادي وهذا ماشي عيب وماشي خايب ماشي عيب ماشي خايب ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وكان عظم النار وانا من الناس اللي كنعيش الوسطية وكان امن ولا تنسى نصيبك من الدنيا ربي قلها لي قل لي ولا تنسى نصيبك من الدنيا حسنة ننزل الفيديو وتمقى حضي المشاهدات يا ربي يطلع للمشاهدات حيث حقا بغيت نربح مراوحد الربح مادي مثلا ولا ولا وشحال مختراك ننزل الفيديو وتنقول يا ربي ادعي وض الخير ما بغيت تحاجع يا ربي تقبلهم عندي قبل ما ننزلوا ونديلوا المونتج كنقول الله يجعلهم قبول فهذا الفيديو تكلمنا على اول سبب اللي هو السبب الروحاني هو البعد على الله في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلمه على سبب اخر اللي كي خلينا نحسوا بهذا الاحتياج دائم وهذا الاحتياج دائم اللي كي يحسسنا بالفقر والفقر اللي كي يجرق التضمر وشكوب لما نعيد الهضراء اللي قلتها في بداية الفيديو هو سبب تقافة الاستهلاك وان شاء الله باش ندخله فيديوات جميلة اللي غتكون بسيطة جدا وترجعنا للزمن الجميل غنختم معكم اخوتي وكنحيكم بكل صدق وكل واحدة قد صرفت لمساج فيه الحب كنقولها ولك بالمثل وزيادة الله يرزقكم من حيث لا تحتسبون الله يرزقنا الرضا والاكتفاء والحمد على ما نملك ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإله اوني بشكرا لكم